أحد الآباء مره و تقيته و أصر على أنني أزوره في بيته نعم فزورته و أرد أن يريني إلى أي درجة ما شاء الله هو يلعب مع أبنائه و صديق مع أبنائه و كذا فبدأ يلعب لعبة وقف الآب و وضع يده بهذه الطريقة لا بهذه الطريقة و اليد بهذه الطريقة هكذا نعم و اصطفى أربع من أبنائه الخلف يضربونه ثم يلتفت و يقول أنت لا و يضحكون أفضل حالة أول ما شفت المشهد الأول ما ابتثمت ولا تفاعلت ولا كذا كليزاك الله خير أرجو أن أوقف اللعبة و كذا أنا أروح أجلس دكتور يا أخي نلعب مع أبنائنا نعم نداعبهم نعم أركب ابني على ظهري نعم و لكن لا تصل إلى درجة أنني أفقد وقاري مع أبنائي و ذك المربي لا ينبغي أبدا أن يفقد وقاره في التربية من شروط التربية وقار المربي إذا فقدت وقارك يصعب أن تكون مربيا يعجب بك أبنائك و غير ذلك ما العم مع الأبناء بس ما تصل اللعب إلى هذا الشيء أو تصل اللعب إلى أنني أفتح حوارات مع أبناء في كل شيء إذن سمت فرق بين أن يركب الطفل على كتفي أبيه أو أن يمحطيه أهلا عادي وبين أن يلعب مثل هذه اللعب أهلا هذا علف هذا ضرب نعم هل يعقل أن أسمح لإبني يضربني أو يصفعوني أقول لي يا حبيبي ذك حلوة زيدني وحدة هنا أو أصفع يصفعوني لا هذه تسمى من خوارم المروءة والمروءة إذا أصابت خوارمه ضاعت الوقار وضاعت التربية وبالتالي ألعب مع أبنائي أداعبهم أركبهم على ظهري يعاملني كأنني أنا مثلا كأن أنا أراكم على حصان عادي هذا كل عادي لأنه بإرادة الأب ما في خوارم مروءة وما فيها خوارم مروءة جميع ولكن يضربني يصفعوني أبدا أفتح موحي وارات لا تريق فيها قلة أدب فيها قلة كذا يقول الله خلي الموضوع مرة قال لي واحد خلي الموضوع ما أريحي وكذا أريحي بس هو قال لي مصطلح نسيت هذا المصطلح وكذا خلي الأمور أحمدي البصاط خلي البصاط أحمدي لا أخي خلي البصاط أحمدي فيه وقار هذا الوقار يجب أن يكون عند المرب في كل حياة نحن لا نستطيع أن نتظاهر بالوقار في أسرتي فقط لا هل وقار دائما في أسرتي في المجتمع في الشارع هو وقار يلبسه المربي ما دم تآبا أما مربيا معلما مدرسا ينبغي أن تحافظ على وقارك أبدا مسافة مسافة بينك وبين أبنائك مسافة وقار وقار نعم وكما قلت وخواري من المروء أولفت فيها كتب أنا كنت أتتبع خواري من المروء في عديد من الكتب العربية صفحة صفحتين مرة كنت جامعة طرابلوس وعندي برنامج مع طلبة ديبلوم ماجستير وكذا فأنا أتكلم خواري من المروء وحدة من البنات تضحك 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 بشكل غير عادي ومبتسيمة وفرحانة وأنا ما أسألتها انتهت اليوم اللي بعده جاء يا دكتور أنا أعتقدر أمس كنت أضحك وكذا إيه والله شفت شي غير غريب أنا كنت أقول شي ضحك يعني وبعدين حتى لو قلت شي ضحك ما أحد ضحك غيرك قالت أنت تتكلم وأنا أبوي أمامي وقالت لي أبي أبي سلم تتخيل أباها إيه بس ما تتخيله بالوقار تخيلت أبوها صاحب وقار وأبوها مهتم بالوقار وجابت لي كتاب وتقول لي أبي يسلم عليك ويوذيك هذا الكتاب هذا الكتاب عنوانه خواري من المروءة جميل فقلت أنت تتكلم وأنا أشعر بأهمية أبي وأن أبي باحت في هذا الموضوع وجاب وألف كتاب مجلد وما تتحطب بهذا الكتاب خواري من المروءة وأعتقد الذي كتبه من يعني عالم لبناني من طرابلس وكذا إذن لا بد من مسافة وقار بين الأبي وأبنائه ما كل لعبة يعني تدرس الأمور وينظر في اللعبة قبل أن يشرع بها الأب فإن كانت كما تتفضل من خواري من المروءة فالاكتعاد عنها هو السليم بعد ما ضع خواري من المروءة اللباس ماذا ألبس في بيتي جميل أنا مما أدخل بيتي لازم ألبس أي شيء والله أنا في بيتي لا يا أخي أنت في بيتك عندك وقار عندك أبناء عندك بنات لازم تكون صاحب وقار مو ألبس أي شيء ألبس والله سروا القصير وألبس شيء مكسر والله أنا في بيتي لا يا أخي تتفقد وقارك إذا فقدت وقارك فقدت قدرتك على التأثير في بيتك لبس أحلى نباس شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة